أقترحت عليكم سابقا وأعيد اقتراحي أعيد اقتراحي لا أنني أقترحه عليكم الآن وإنما أذكركم فقط من أنني أقترحت عليكم أن ساعدوني أعينوني كي نؤسس جامعة بمواصفات حدثتكم عنها سابقا الوقت يجري سريعا لا أريد أن أعيد ما تحدثت به كرارا ومرارا في هذا الموضوع قلت لكم من أن حل مشكلتنا في تأسيس جامعة كبيرة وهذه الجامعة تتطور شيئا فشيئا وأنا قادر على إدارتها أنا قادر في ظرف شهور أن أهيئ أساتذتها وأن أدربهم قطعا أنا لا أستطيع أن أدرس فيها لوحدي أنا أشرف عليها لكنني سأدرب الأساتذة وسأهيئ المنهج وسأدرب الكوادر التي تعمل في الجانب الإداري وفقا للمخطط الذي هو في رأسي هذه الجامعة تتطور شيئا فشيئا عبر أساتذتها وحينما أقول لكم من أنني أدرب أساتذتها هناك الكثيرون ممن يحتاجون إلى تدريب في عدة شهور كي يكونوا أساتذة صالحين لهذه الجامعة أتحدث عن الصلاح العلمي عن الصلاح التدريسي هذه الجامعة سيتفرع منها مركز للإفتاء وهذا هو الذي سيقدم الفتاوى وفقا لمقاييس هذه المقاييس بإمكان عامة الشيعة أن يشخصوها في أي فتوى لأن هذه المقاييس لا بد أن تنشر عبر التلفزيون وعبر الإنترنت وحتى في الشوارع أن تكتب في لوحات الإعلانات كي يعرف الشيعة مقاييس الفتوى وبإمكانهم أن يشخصوا هذه الفتوى تتوفر فيها هذه المقاييس أو لا أتحدث عن فقه العترة الطاهرة بعيدا عن فقه مراجع النجف وكربلاء وإنني أقولها لكم وبقاطعية وأنا مسؤول عن كلامي هذا لو أن الجامعة تهيأت بحسب ما هو مخطط في ذهني وبحسب ما أريد أن يكون العمل عليه والله في ظرف خمس سنوات سأخرج جيلا من الفقهاء الشباب يضحكون على مراجعكم في النجف مثل ما أضحك عليهم أنا ما أنا جعلتهم مسخرة ومضحكة بالحقائق والوثائق جعلتهم مسخرة أمام عوائلهم ومسخرة أمام تلامذتهم ومسخرة أمام وكلائهم هذا الكلام لا أقوله جزافا أنا متأكد من كل حرف في كلامي هذا بإمكاني في ظرف خمس سنوات أن أخرج من الفقهاء الشباب ما أصحاب الأئمة عودوا إلى تأريخهم جابر الجعفي جميل ابن دراج محمد ابن مسلم زرارة ابن أعين كم كانت أعمارهم في العشرينات هؤلاء في العشرينات نذهب إلى فاصل هذه الجامعة سيتفرع منها مركز للإفتاء وهذا المركز لا تكون فيه الفتوى فردية الأئمة أرجع الشيعة إلى فقيه ولكنهم أرجع الشيعة إلى فقهاء في آن واحد توقيع إسحاق ابن يعقوب أرجع الشيعة إلى رواة الحديث إلى مجموعة والقرآن من قبله في سورة التوبة في الآية الثانية والعشرين بعد المئة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مجموعة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم العمل جماعي ولينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أليس مراجع النجف يستدلون بهذه الآية في باب التقليد الآية لم تتحدث عن فقيه واحد تحدثت عن مجموعة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ومثلما أرجع الإمام الشيعة إلى رواة الحديث وما قال إن فقيها واحدا منهم هو حجة عليكم قال فإنهم رواة الحديث حجة عليكم جميعا فيكون هناك مركز هذا المركز يكون فيه من الفقهاء المتخرجين من الجامعة والفتاوى تنشر عبر الإنترنت وتطبع بعد ذلك في كتب وتنشر عبر التلفزيون فتاوى بمقاييس العترة الطاهرة وهذه الجامعة يتفرع منها مركز للرصد لرصد الهلال وفقا لموازين أهل البيت وتصدر التقويمات السنوية ويتفرع منها مركز للدراسات الستراتيجية التي تعيد النظر في تقييم التأريخ الشيعي وتعيد النظر في الأكاذيب التي كذبوها علينا مراجع النجف وكربلاء الحل يبدأ من هنا أنا أمتلك المنهج وأمتلك الفكرة والثقافة وأمتلك القدرة على الإدارة والقيادة في هذا المشروع وبإمكاني أن أنجح في هذا العمل طالبتكم أن تساعدوني هذا هو الحل الحل هنا الحل ليس في رسالة عملية أكتبها لكم وتتصورون بعد ذلك أن المشكلة قد حلت وأنا أصبح مطالبا من قبل الناس أن أكون مسؤولا كي أجيب على كل أسئلتهم وتضيع أولويات عملي الأمور لا تدار هكذا الأمور تدار بهذه الطريقة الحكيمة لكنكم عاجزون وفاشلون هذا هو الواقع الشعي كنت أتمنى أن المؤسسة الدينية هي التي تقف معي لكن المؤسسة الدينية تحاول قتلي تحاول تصفية جسدية هذا هو الذي تفعله المؤسسة الدينية في النجف معي فما أنا الذي وردتكم الذين وردوكم هم مراجع النجف وكربلاء هم الذين ضللوكم وأخرجوكم من دين محمد وأهل محمد أنا كنت سببا في أن أوضح لكم الحقيقة لست أنا الذي وردتكم أنا الذي أضع الحلول بين أيديكم حتى مشروع كلامكم نور هو جزء من برنامج هذه الجامعة لأن مشروع كلامكم نور هو نواهت مكتبة شيعية نظيفة من الفكر الناصبي القذر وهذا جزء من برنامج الجامعة أن الأساتذة وأن الدارسين هم الذين سيقومون بهذا المشروع لكنني حين عجست وفشلت في تنفيذ مشروع الجامعة أخذت هذا المشروع الذي هو جزء من مشروع الجامعة الكبيرة أخذته جانبا وبدأت أشتغل عليه ومع ذلك فإن العمل لا زال بطيئا بسبب قلة الإمكانات المادية نحن مستمرون في عملنا في هذا المشروع لكن العمل بطيء وبطيء جدا بسبب قلة الإمكانات المادية نحن سنستمر في عملنا عملنا متواصل نعمل بقدر ما نستطيع لكنني أقول لأخوتي وأبنائي من الذين اهتدوا إلى منهج العترة الطاهرة ممن كانوا من المخالفين ممن كانوا من السنة واهتدوا إلى منهج أهل البيت يرسلون لي الرسائل ويقولون نحن ما ذنبنا نحن جئنا إلى أهل البيت نحن ما جئنا إلى مراجع الشيعة ولا علاقة لنا بما يقوله مراجع الشيعة نحن نريد فقه العترة الطاهرة هؤلاء حينما يخاطبون هكذا في الحقيقة يحرجون ني يحرجون ني كثيرا ولذا فإني أعدهم من أنني سأفتح صفحة على الإنترنت في الأيام القادمة لا أدري متى ولكن في قادم الأيام في أقرب ما أستطيع أن أفعل ذلك سأفتح صفحة يمكنكم أن تتواصلوا معي عبر هذه الصفحة لا أتحدث عن صفحة شخصية أنا ليس لي من صفحة شخصية ولا من حساب شخصية ولا ولا من أي شيء شخصية على الشبكة العنكبوتية إنما أتحدث عن مواقع قناة القمر الفضائية وما يرتبط بها من كل تفاريع نشاطاتها الألكترونية على مختلف المنصات سأفتح صفحة في هذه المساحات كي أجيب على أسئلتكم الدينية والشرعية ما يرتبط بالأحكام والفتاوى سأجيبكم وفقا لفقه العترة الطاهرة لا شأن لي بما يقوله مراجع النجفي وكربلاء أكنت متفقا معهم أكنت مختلفا لا أبالي بفقههم ولا أبالي بفتاواهم سأجيبكم إذا كنتم تريدون بفتاوى الباقر والصادق وفقا لمنهج العترة الطاهرة لكن من البداية لا بد أن أقول لكم إذا تأخرت الإجابات بعض الشيء فلافت لوموني لأنني سأجيب على أسئلتكم بقدر ما يسمح به لي الوقت أعيدكم بهذا في قادم الأيام إن شاء الله تعالى أن أتواصل معكم عبر صفحة للأسئلة الشرعية والدينية في أجواء الأحكام والفتاوى أما في أجواء العقائد فإن الإجابات ستكون إرجاعا إلى برامج قناة القمر الفضائية لأنني قد غطيت العقائد في مساحات واسعة وواسعة جدا يمكنكم أن تعود إلى برامج المختلفة كي تطلعوا على تفاصيل العقائد وقد لخصتها بشكل علمي متين وأمين في مجموعة حلقات أعرف إمامك نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر